إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك وأكمل الله له الدين ثم أما بعد فنحن في هذه الليلة نكمل ما تيسر من هذا الكتاب المبارك الذي وضح فيه مؤلفه عليه رحمة الله عقائد أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها وذكر هذا في هذه الرسالة الموسومة الفتوى الحموي الكبرى وذكر ما أجمعوا عليه وما هي طريقتهم في العقيدة وما هي طريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الفروق بينهم وبين الفرق المخالفة التي حادت عن الطريق بسبب علم الكلام وبسبب الفرق الضالة ولم يلتزموا بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أسباب لانحراف الفرق المنحرفة وأنه قضاء وقدر من الله عز وجل كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه الفتنة التي تحصل هي بقضاء الله وقدره وحكمته لكن يجب على المؤمن أن يسلك الطريق الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريقة الفرقة الناجية فقال هي التي تكون على ما أكون عليه وأصحابي وقد مر معنا في هذه الفتوى الأسباب للانحرافات التي وقع فيها المخالفون ومنها أنهم حادوا عن طريق الصحابة واجتهدوا في المسائل بعقولهم ومنها أنهم فهموا أفهاماً مخالفة وكان قد ذكرنا ما توصل له الشارح الشيخ صالح على الشيخ وفقه الله بأن من أسباب الانحراف التي وقعوا فيها هو أنهم فسروا تفسيرات من عندهم فهم جعلوا قانون لإثبات وجود الله وهذا القانون هو الذي سبب لهم الانحراف القانون أو القواعد التي جعلوها لإثبات وجود الله هي التي سببت لهم الانحراف وذلك لأنهم قالوا إن الموجودات إما أن تكون أجسام وإما أن تكون صفات عارضة والأجسام هي التي يشار إليها والأجسام هي التي يراها الشخص بحواسه وأما العوارض الشمون وعرض فهذه هي الصفات التي تكون شمونها الأعراض الصفات التي تكون في الأجسام فقالوا الأعراض لا تكون إلا في أجسام وعندهم أن الأعراض والأجسام مخلوقة وبالتالي فهم ينزهون الله عن صفة الجسمية والأعراض طيب ثم وجدوا أن الصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة لأن العرض عندهم الذي يتغير والذي يتحرك ونحو ذلك والألوان ونحو ذلك فوجدوا أن في بعض الصفات تغير رأوا مثلاً صفة الغضب غير صفة الفرح صفة الانتقام غير صفة الرحمة فلما رأوها متغيرة بهذا الشكل حتى يسلم لهم القانون الذي وضعوه أنكرها أول هذه أول هذه الأشياء بمعاني قالوا تحتملها اللغة العربية وهذا التاويل جعلهم يقررون قاعدة أسوأ من هذه من القاعدة السابقة وهي أنهم يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وهم يسلمون أن السلف ما كانوا يؤولون هذه التاويلات لكنهم يظنون أن مذهب السلف اعتقاد ألفاظ بدون معاني وهذا فهم أعوج آخر وقعوا فيه فهم يسلمون أن السلف لم يكن عندهم تاويل بالمعنى الذي شاروا عليه وإنما التاويل جاء به الخلف ولهذا قالوا إن مذهب الخلف أعلم وأحكم وهذه أيضا نظرية باطلة ولهذا التخبط في هذه المسائل بهذه الطريقة أوصلهم إلى الحلول والاتحاد وهو أخبث مذهب موجود الآن يتبناه ملاحدة الفلاسفة يتبناه ملاحدة الفلاسفة وهو الحلول والاتحاد ويقولون إن الله حل في كل مكان يرون أن الله حل في كل مكان وهذا يلزم عليه من اللوازم الباطلة أن الله يكون في محل النجاسات نعوذ بالله من هذا الاعتقاد الفاسد أن الله يكون في محل النجاسات والله عز وجل في أعلى عليين ولهذا رد عليهم المؤلف هذه المسائل ومرت علينا لك أن نعيدها لكم حتى تعرفون من شاء الانحراف من شاء الانحراف ولأن عقيدة الوحدة الحلول والاتحاد الآن لها رواج كبير الآن لها رواج كبير فهي الآن يروج لهم يروج لها الذين يرون أن الأديان كلها طرائق إلى الله فيه إعلان وهذا سبب ما يسمى بالديانة الإبراهيمية ونحو ذلك فإنهم يرون أن الإسلام والنصرانية واليهودية لا فرق بينهما ويرون كل عابد يعبد فعبادته صحيحة يرون كل عابد يعبد فعبادته صحيحة ولذلك هان على بعض الناس أن ينجرف في هذا التيار المنحرف الذي يصحح عقائد اليهود ويصحح عقائد النصارى ويجعلهم ناجين عند الله عز وجل وهذا كما ترون هو تكذيب للقرآن لظاهر القرآن وتكذيب لظاهر السنة وانحراف خطير لكنهم يروجون الأمر ولذلك لما ناقشهم المؤلف قال هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الحقائق وأتى بكلام يخالف الحقائق أم هو علم الحقائق وكتم الحقائق أم هو بيّن الحقائق فهو جعلهم بين ثلاثة أشياء لا مخرج لهم منها إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الحقائق وإما أنه علمها وكتمها وإما أنه بيّنها ولم ينقلها الصحابة لنا وكل هذه اللوازن باطلة إطلاقا فهو حاصرهم بهذه الأشياء ولذلك هم وجدوا عبارات عند بعض المؤلفين فظنوا أن السلف الصالح كان يقرؤون ألفاظا لا يعرفون معانيهم مثل طلب الإمساك وعدم الخوض ونحو ذلك فهو ذكر المؤلفين الذين نقلوا لنا عقائد أهل السنة والجماعة بالأسانيد الصحيحة وكيف أنهم وضحوا وكيف أنهم تبرؤوا من هؤلاء المنحرفين وبيّنوا أن طرائقهم توصلوا والعياذ بالله إلى أسوأ فهم في هذا الدين ثم أيضاً ذكر المؤلف أيضاً أن المخالفين ليسوا على طريقة واحدة فبينهم فروق كثيرة فبعضهم لا يقولوا بالحلول والاتحاد وبعضهم يثبت سبعاً من الصفات وبعضهم يثبت ثماناً من الصفات وبعضهم يثبت الصفات الذاتية ولا يثبت الصفات الفعلية لأن الصفات الفعلية يرون فيها تغير الصفات الفعلية يرون فيها تغير فيرون أن هذا لا يناسب رب العالمين وهذا كله لأنهم يسندون المسائل إلى عقودهم ولأنهم لم يأخذوا عن السلف الصالح الفهم الصحيح نحن انتهينا من من النص الذي نقله عن ابن الماجشون الإمام المشهور المعروف وأيضاً ذكر من المؤلفين السابقين أبو حنيفة وأنه ألف في ذلك كتاب سماه الفقه الأكبر وهذا الكتاب رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر إلى آخر الكلام الذي ذكره عن الفقه الأكبر وبعض الناس شكك في نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة لكن المؤلف هنا أورده واعتبر أن هذا مما كتبه أبو حنيفة وتلقاه عنه تلاميذه ومنهم أبو مطيع الحكم ابن عبد الله ولهذا جاء فيه عندما يناقش المؤلف صفة الاستواء على العرش وكل هؤلاء أصحاب التاويل لا يؤمنون بأن لله عرش تحمله الملائكة لا يؤمنون بأن لله عرش تحمله الملائكة ويفسرون العرش بأنه كناية عن الاستلاء على الملك يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوة والأرض ثم خلق العرش قبل ذلك ثم استوى على العرش فكأنه سبحانه وتعالى كان له منازع ثم استوى على العرش يعني استولى ولهذا يفسرون استوى على العرش بمعنى استولى ويستدلون ببيت منحول يتركون سبحان الله القرآن ويتركون السنة ويتركون إجماع السلف ويقولون قال شاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي فمعنى ذلك أنه استولى وبالتالي يفسرون يفسرون استواء الله على عرشه بأنه الاستلاء عليه وأما أنه عرش عظيم له قوائم تحمله الملائكة فهذه الأحاديث كلها لا يسلمون بها والعياذ بالله من الضلال والانحرار ولهذا فيما وجهه أبو مطيع هذا الحكم إلى أبي حنيفة قال عن من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض وهذا هؤلاء هم أصحاب الحلول قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وهذا أوضح برهان أن الله في أعلى عليين وأنه يدعى ترفع لأيدي له ما في واحد يتجه جهة الأرض ويقول اللهم اغفر لي يتجه جهة الأرض هذا ما في هذا برهان فطري أن الله في أعلى عليين يعني في العلوم سبحانه وتعالى وأنه يدعى من أعلى تتوجه القلوب وترفع الأيدي إلى أعلى فهذا دليل فطري وفي لفظ سألت أبا حنيفة عن من يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر وهذا مذكور في الفقه الأكبر الذي شرحه الما تريدي لأبي حنيفة قال المؤلف ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فكيف يكون الجاحد الذي يقول لا في السماء ولا في الأرض لأن في من يقول لا في السماء ولا في الأرض قال فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات ويتبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات وفوق العرش وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استواء ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال لأنه أنكر أنه في السماء ولأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية يعني مع أنهم يزعمون أنهم يرجعون إلى عقولهم فأين هم من هذه الحجتين فإن هذه الحجتين فطرية عقلية فإن القلوب مفتورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر ولابد هنا من البيان بأن إذا قيل عن مقالة بأنها كفر إذا قيل عن مقالة بأنها كفر فهي كفر في ذاتها هذه المقالة لأن الذين ينكرون الاستواء على العرش وهذا يعني ليس الكثرة دلالة على الصواب لكن عندهم شبه قامت عندهم شبه وقامت عندهم يحتاج أن يبين لهم وأن يوضح لهم الأمر فيقال أن المقالة كفر هذه المقالة كفر بالله عز وجل وأما صاحبها فلابد من تطبيقي يعني إقامة الحج عليه إزالة الشبهة ونحو ذلك حتى يعرف فإذا قامت عليه الحجة ولم يلتفت لها فهذا شأن آخر ولذلك ذكر هنا ابن تيمية مسألة انتبهوا لها جيدا هذه المسألة التي ذكرها هو أن بعض 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 الناس تقوم عنده شبه ويكون شخص يشار إليه بالبنان يعني مثلاً لما يقال قال الما تريدي وقال فلان وقال وهو قد تربى حياته كلها على تعظيم هؤلاء فإذا أتيت تناقشه يقول هل أنت أعلم من أبي حنيفة هل أن تعرف للأدلة من الما تريدي أو نحو ذلك ولذلك وذكر الشيخ هنا توجيه بغاية الأهمية ينبغي لطالب العلم إذا أردت أن تناقش شخص في مسألة من المسائل فأنت اذكر لا تذكر عيوب الشخص الثاني اذكر الأدلة اختصر على الأدلة لأنك إذا بديت تذكر عيوبه ينبري لك ويدافع وكأنه يدافع عن نفسه ويحجبه هذا الدفاع عن الحق ولذلك عليك أن تترفق به وأن تذكر ما ذكر من مسائل صحيحة وتحتج بالمسائل الصحيحة وهذا قد تلاحظونه أن ابن تيمية ذكر أقوال لأشخاص يعظمون السنة وهم عندهم أغلاط كثيرة وهم يعظمون السنة مثل بشر الحافي وغيره يذكرهم مثلا ويثني عليهم ويحتج بأقوال يعظمون فيها السنة لأنه أولا ما ذكره كان قولهم فيه صواب الأمر الثاني حتى لا تجعل الذي تناقشه يرجع خصم لك ويدافع عنه وإنما يتجرد لسماع الحجة وهذا قد تلحظونه الآن يعني لما ذكر أشخاص واحتج بهم وذكر ماذا قالوا وهم عليهم ملاحظات وقد يستغرب شخص منكم كيف ذكر هؤلاء كيف ذكر هؤلاء وهم عليهم ملاحظات في العقيدة لكن هو ما ذكرهم من باب التزكية العامة ذكر ما أصابوا فيه فقط ذكر ما أصابوا فيه وذكر تقرير المسألة العقدية التي يريد إضاحها وذكر الأقوال التي التزموا بها في تقرير هذه المسألة فإن هذا يؤثر على الأتباع هذا يؤثر على الأتباع لكن إذا أتيت إلى شخص يعني له مكان وتربع على مكانته ثم بيّنت أن عنده انحراف كذا وانحراف كذا فهذا يصدهم عن قبول الحق وأنت تجتهد أن لا تصد الناس عن قبول الحق ثم ذكر مسألة هنا ولعل هذا أيضا ينطبق على يعني بعض العلماء كان له جهد كبير في الدباع عن السنة ولكن وقع في انحراف في غير هذا الباب وقع عنده يعني مثل أبو إسماعيل الهروي أبو إسماعيل الأنصاري الهروي وله كتاب اسمه الفاروق وهذا أبو إسماعيل الهروي انتصر للدباع عن السنة لكنك تجد عليه مآخذ فيما يتعلق ببدع في التصوف فأنت تاتي بالصواب الذي عنده تقول وهل الصواب خاص به لا ما هو خاص به لكن هذا يعني هذا يجعل أتباعه والذين يعظمونه ينقادون الحق لكن إذا أتيت وتبين عيوبه فيه كذا وكذا وهو متبوع وله مكانه فهذا يصد الإنسان الناس عن اتباع الحق وإذا أردت أن تقيمه هذا أنت تذكر هذه الأشياء التي فيه لكن إذا كان أصاب في مسألة فتشير إلى ما أصاب إليه وتثني على ما أصاب إليه ولهذا قال ذكر بكتاب الفاروق وروي ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام ابن عبد الملك أو ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد من الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجههم حبس رجلا في التجههم هذا قاضي الري حبس رجل يتبنى مذهب الجهمية والعلماء إذا قالوا مذهب الجهمية فإنه يشمل كل الفرق المنحرفة لأن إنكار الصفات جاء من الجهمية إنكار الصفات جاء من الجهمية ولذلك تجدون ما كتبه ابن القيم باجتماع الجيوش الإسلامية على الرد على المعطلة والجهمية اجتماع الجيوش الإسلامية يعني يذكر في كل عصر مجموعة من المسلمين يقررون إثبات الصفات وهو ذكر نسب التجهم إلى كل من أنكر الصفات سواء أنكر منها كثيرا أو قليلا فهذا قاضي الري حبس رجلا قيل إنه جهمي ومعروف أن التجهم بجعة وهو درجات كثيرة فحبسه ثم قال أنا تبت خلاص تبت من التجهم فجئ به إلى القاضي لما قال أنا تبت عن التجهم قال له حبس رجلا في التجهم فتاب فجئ به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ومعنى بائن من خلقه يعني هذه أحيان عبرات تجاد لتوضيح المعنى فمعنى بائن من خلقه يعني منفصل ما هو مختلط كما تقول الحلولية بائن من خلقه لأن الحلولية ما تشهد أنه بائن من خلقه قد تقر أنه على عرشه لكن لما تقول لهم بائن من خلقه يعني ما هو مختلط مع خلقه منفصل عنهم سبحانه وتعالى فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه يقصد يتهرب معناة أن ما هم اعتقد هذه العقيدة ولا يستطيع أن يشهد بما يعتقد خلافه لأنه يعتقد الحلول فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب قال ردوه إلى الحبس وإنه لم يتب فمعنى ذلك أن الذي لا يقر بأن الله منفصل عن خلقه فإنه على عقيدة الجهمية الفلولية ولهذا علق الشيخ صالح على الشيخ وفقه الله في شرحه على هذا الموطن قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب لأن الفرق بين الجهمية وغيرهم القول بالحد أي قول أن الله على عرشه بائن من خلقه ولهذا نص كثير من الأئمة على كلمة بحد يعني تقول أنه بائن من خلقه بحد وهذه كلمة لم ترد يعني قد أقول لك شخصا ما أتي بكلمة لم ترد في النصوص لكن هذه شرح يعني يبين هل أنت تعتقد عقيدة صحيحة ولا باطلة قال وهذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة لكن لأجل التفريق ما بين الذين ينكرون العلو علو الله علو الذات والاستواء على العرش وبين المقرين به لأنه قد يقول أقروا بأن الله على العرش استوى ويعني به مستولي لما يقول أقر يعني يقصد المعنى المحرف الذي أنه مستولي على العرش تقول تقر أن الله استوى على العرش يقول لك أقر بذلك وهو على معنى أنه استولى على العرش الذي ذهبوا إليه فلما تقول له بحد هنا يقف لأنه هنا بائن من خلق منفصل فهنا يقف ولذلك من اكتشف هشام أن الرجل ما تاب أصلا وإنما عرض بالكلام ليخرج من الحبس فإنه قد يقول وقر بأن الله على العرش استوى ويعني به مستولي أو يعني به معنى آخر في ذهنه أو يقول لا أدري أيضا في نفسه ما معنى استوى لكن إذا قال بحد أو بائم من خلقه صار المعنى هنا استواء الذات وعلو والذات ولهذا دخل كثير من الأئمة ولهذا أدخل كثير من الأئمة في لفظ الحد وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة لأجل الفصل ما بين قول المبتدعة وقول غيرهم فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق فيما بين الألفاظ المبتدعة فاحتاجوا إليها احتياجا حتى يفرق بين أقوال أهل البدع وأقوال أهل الحق ثم ذكر ما روي عن يحيى بن معاذ الراجي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ظليل هالك مرتاف يمزج الله بخلقه يعني يقول بالفلول ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان وهو يريد أن الذي يقول إن الله حال في كل شيء أنه يلزمه أن يقول إن الله مختلط بالأقدار والأنتان والله منزه عن ذلك هنا أشار الشالح إلى قال والشاهد من هذا أن إضلال الناس وقع في هذه المسائل بأقوال العلماء يعني علماء ظاهرهم علماء ولهم جهود فأظل الناس بهذه فوقع بعلماء الضلال أو العلماء المخالفين أو وقعوا في الناس خلاف ما دل عليه النص لهذا فإن بعض الناس يقول إن أكثر الأمة شاعرة وهذا غلط وباطل بل أكثر الأمة على السنة في الصفات إلا إذا أتاهم مبتدع يعلمهم غير العقيدة الصحيحة هنا ينتقلون أما فطرتهم بما هي عليه أما فطرتهم بما هي عليه يسمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فما يأتي في ذهنه هذا المعنى الباطل إنما يأتي في ذهنه التسليم إلا أن يأتي من يقرر له العقيدة الصحيحة بالتعليم إلا أن يأتي من يقرر له خلاف العقيدة الصحيحة بالتعليم ولهذا نقول أكثر هذه الأمة في الصفات على الفطرة وهو يريد الذي يقول أن أكثر الناس أشاعرة أهل تأويل وهذا ليس صحيح أنت إذا رأيت الكتب والمؤلفات قد تقول ذلك لكن العوام الناس على الفطرة يسمعون القرآن والحديث ويعتقدون ما فيه إلا من درس فمن درس على هذه الكتب تأثر بهم إلا إذا أتاهم من يعلمهم العقيدة الأشعرية أو يقرر لهم العقيدة الماتوريدية فإنهم يخرجون عن ذلك عن الفطرة وتقر في أذهانهم الأقوال المبتدعة لأن العام لا يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل أو إلى المجاز أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوص وإنما هذا بفعل علماء الظلال الذين أظلوا الأمة وهذا من المصائب الكبيرة فيأتي من يحتج بقول عالم وهذا كيف نقنعه أو كيف تقنعه قال فتجد مثلا شابا أو طالب علم صغير يناقش واحدا كبيرا ويقول أنا سمعت من العالم الفلاني الذي فيه كذا وكذا من الصفات أن لهم ألفات وله جهود وللية غير ذلك أنه قال كذا أو ذكره في كتابه كذا فكيف فكيف تناقش هذا القول هل أنت يقول لك هل أنت أفهم من فلان هل أنت أعلم من فلان فيذهب في القول في المسألة في الترذيح بقول الرجال وقول العلماء والواجب النظر إلى النصوص فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل لا تقول مثلا إمامك هذا ظل منحرف لا تأتي بأسلوب آخر قال لا تدخل في الحكم على القائل لأن الحكم على القائل يصرف ذهن وقلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم أو هذا المقدوح فيه فإذا قلت العالم هذا فيه كذا وكذا انصرف عن أصل المسألة وأخذته الحمية للدفاع عنه والقدح في من يعظمهم ويحدث من الفرقة ويحدث الخروج على الإمام ولهذا ترى شيخ الإسلام لما كتب الوصية الكبرى عظم عدي بن مسافر وعدي بن مسافر عليه ملاحظات لكن انظر لماذا عظمه عظم عدي ابن مسافر وهو عدي مسافر صاحب زاوية له زاوية وهذا خلاف طريقة السلف لكن لو دخلت معه من هذا الجانب قال عظم عدي بن مسافر وبين انه كذا ومقامه في السنة كذا ولما اتى يتكلم على الصوفية شرح كلمات نصوص الغيب وعظم عبد القادر الجيلاني ولم يقدح فيه بشيء لأن هؤلاء لأمة لأن هؤلاء أمة الطرق في الصوفية فقال هؤلاء فيهم وفيهم وذكر النصوص عنهم وفي رجوعهم للسنة ومحبتهم للسنة ومحبتهم لأهل الحق فهذا أصل يجب التجامه عند نقاش المخالف فهمتم هذا وضح لكم الأمر ولا يعني تذكر فضائل المخالف التي أصب فيها الحق فهذا يقربك من قبول الحق من أتباعه الذين يعظمونه فهذا أصل يجب التجامه عند نقاش المخالف ولا يستجرك الخلاف لا أن تتكلم في الشخص لأن ذلك يصد عن قبول الحق فيتعصب للشخص وأنت تتعصب عليه فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة والمقصود ليس الكلام في العلماء العلماء أدوات لنقل الشريعة فإن نقلوها على الصواب فذلك من كرامة الله لهم وإن نقلوها على الغلط فلا يتبع العالم بزلته ولا يقدح فيه بزلته إلا إذا أحتج إلى ذلك في مقامات أما في النقاش تنتبه إلى أنك تقرر الحق وتصبر مهما مهما بالغ في في مدح العالم ولا تقدح فيه حتى لا يكون في قلب الذي تتحدث معه حاجز عن قبول الحق الذي تأتي به لأن النفوس جبلت على تعظيم الأشخاص فلا تقدح به ولو كان كلامك حقا لكن يؤخر بعض الحق في مصلحة راجحة ويبين الحق في نفسه حتى يقبل وهذا الذي ذكره يعني توجيه تربوي مهم أنت لا تقبل الباطل إطلاقا ولا ترضى الباطل لكنك وأنت تناقشه لدلالته على الحق فلا تحضر عيوب الشخص كلها لا تحضر عيوب الشخص كلها فيكون بينك بينه وبين الحق حاجز أما الحق فإنك تقبله بدليله وتوضح له أن الحج هي في النصوص الشرعية وليس في أقوال العلماء هذا ملخص الكلام الذي أراده عليه الذي أراده من شرحه هنا ثم قال وهذا هذا ما رواه عن ابن المديني وهو العالم المشهور لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالروية وبالكلام ننتبه هل نقلوا العقيدة السابقة العلماء الكبار نقلوها فهذا ابن المديني وهو الإمام أحد الأعلام وأحد إمة الحديث في عصره والمقدم في حفاظ وقته قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني البخاري على جلالته يعترف لعلي ابن المديني في علمه والتزامه بالسنة فيقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني ماذا يقول علي ابن المديني سئل ما قول أهل الجماعة يعني أهل السنة والجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام والمراد بالرؤية أنهم يرون الله يوم القيامة كما جاءت بذلك وهذا ينكره المعتزلة وكثير من أهل الكلام قال يؤمنون بالرؤية والكلام الكلام أي كلام الله أن الله يتكلم بكلام مسموع وأن الله فوق السماوات على العرش يستوى فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم لأن بعض الناس قد يظن هذا من الحلول ما يكون ثلاثة يتناجون إلا الله رابعهم سئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقر ما قبلها اقر ما قبلها يعني اقر الآية قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فمعنى هنا أنه معهم بعلمه وليس بذاته لأن لما قرأ آخر الآية أرشده إلى أن يقرأ أول الآية ليتضح المعنى الصحيح الذي ينفي الحلول قال وروا أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان علم الله عز وجل في كل مكان علم الله يعلمه وهذا معنى هو رابعهم ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم أنه رابعهم بعلمه فعلمه فعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان ورويا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله وهنا أيضا ناقش الشيخ هل يلعن الشخص المعين أو لا يلعن وهل يفهم من هذا الكلام من قال غير هذا فعليه لعنة الله قال قوله من قال غير هذا فعليه لعنة الله هذا وعيد ولعنه لغير معين أما لعن المعين فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله أما لعن الكافر ففيه قولان لأهل العلم أصح ما أنه لا يلعن وهو كافر إذا كان حيا لأنك ما تدري قد يختم له بالإسلام قال فلا أما لعن الكافر المعين أصح ما أنه لا يلعن إلا لحاجة لأن المؤمن ليس باللعان فلعن الجنس غير لعن المعين مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات قال في إحدى الروايات إلعنوهن فإنهن ملعونات هذا يقصد به لعن الجنس لا لعن المعين لو قيل فلانة ما يلعنها لكن جنس النساء المائلات المميلات فهؤلاء ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لعن المعين من المسلمين لا يجوز لأن لعن المؤمن كقتله ففرق ما بين لعن الجنس ولعن المعين على التفصيل الذي سبق مثل ما قال هنا من قال غير هذا فعليه لعنة الله فهذا جنس القائلين بهذه العقيدة المنحربة وروا أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه ننتبه للعبارات وما المراد بقوله من غير تفسير قال من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة هنا معنى التفسير هو التأويل الذي فسره به المؤولة الذين يقولون استوى يعني استولى لأنه أو وضحه في آخر الكلام وليس المراد أنه بين المعنى قال فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا يعني ما أول فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء يعني جعله معدوم لأنه يقول لا داخل العالم ولا خارجه لما تقول ما هي صفة الله يقول لا داخل العالم ولا خارجه فهذا وصفه على أنه معدوم ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما وقوله من غير تفسير هذا الذي وضحه الشيخ من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات وروا البيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة عن عبيد القاسم ابن سلام أو عن أبي عبيد القاسم ابن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره حديث هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعني العباد في قنوط ما يظنون أن المطر سوف يتيهم والسحاب قد أنشاؤه الله قريب جدا فيضحك الله من هذا القنوط لأنهم لا يعلمون الغيب وأن جهنم والحديث عن الثاني وأن جهنم لا تمتلي حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين للرحمن وهذه الأحاديث وفي الرؤية أيضا هي عندنا حق يعني كل هذا الأحاديث التجاءت في صفة إثبات الضحك لله وإثبات القدمين وإثبات أن له كرسي ونحو ذلك قال كل هذه الأحاديث عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها هذا الذي يريده وهذا الذي فهمه بعض الناس غلط المفوضة الذين فوضوا المعنى فهموا هذا غلط أنك مات تتتبر القرآن ولا تفهم منها معنى أصلا والمراد بالتفسير هنا هو التفسير الذي يذهب إليه الجهمية وكذلك قال أبو عبيد أحد لئم الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوسف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية ورأو الألالكاء والبيهق عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن أني أكره الصفة يعني تفسير الصفات يعني صفة الرب فقال له فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا وأراد ابن المبارك أنه نكره نبتدي بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار وروا عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له ماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن فأستغيرك اللهم وتعبون